خلينا ننتقل لموضوع تاني الحقيقة وموضوع مهم جدا وعشاء السحرة المستديرة طبعا كل أعينهم وروحهم وعقلهم ودمغهم وكل حاجة خلاص يعني ايه بتروح لبطولة أمم أفريقيا اللي انطلقت من دقايق ساعة عشر أمم أوروبا عفوا من دقايق المرتش يمكن تبترى الساعة عشر أوروبا عشرين أربعة وعشرين بتقام طبعا في ألمانيا بداية من النهاردة ولحد أربعة عشر يوليو اللي جاي بإذن الله ابتدت البطولة بلقاء ألمانيا صاحبة الأرض والجمهور وكمان منظمة البطولة مع منتخب سكوتلندا وطبعا مباراة قوية في البداية هنتابع مع حضراتكم أكيد الفترة اللي جاية كل المنتخبات الأوروبية المشاركة والناس متوقعة الحقيقة أنه سنة دي البطولة مختلفة خصوصا أن احنا بنتكلم أنه فيه نجوم كبار ده يمكن يكون آخر يورو ليهم ونجوم جدد كمان حنشوف تقلقهم المنتظر في البطولة دي خلينا نقض دلوقتي على التليفون الناقض الرياضي حسام مجدي مساء الخير عليك وكل سنة وانت طيب مبدئيا وشايف ازاي أهم المنتخبات المرشحة للفوز باللقب في البطولة السنة دي مساء الخير أستاذها دير وكل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة وشعب المصر بكل بخير يا رب احنا خلاص يعني البطولة انطلق طيب على ربع ساعة بالزبط ومنتخب ألمانيا متقدم زي ما حضرتك قلت يا منتفل من حضرتك أن البطولة دي مختلفة بشكل كبير جدا لعدة أسباب كل المنتخبات فيها تقريبا دخلة بأهداف معينة كل المنتخبات دخلة بتنفس على اللقب وعلى حظته بالذات ألمانيا صاحبة الأرض اللي بقى لها سنين كتيرة جدا ما حصدتش اللقب أسبانيا اللي برضو بقى غابت فترة كبيرة إيطاليا حتى اللي هي بطلة النسخة اللي فاتت فالمنافسة تكون شارسة بشكل كبير جدا جدا بين المنتخبات كلها إنجلترا يمكن ناس كتير بتتكلم عن منتخبها أنه مرشح بقوة لكن صعب يفوز باللقب هو دائما مرشح بقوة وأنه يمتلك اللعيبة لقيمتهم التسويقية تفوق أي منتخب تاني بالذبط إنجلترا حالة غريبة جدا لأن إنجلترا منتخب الوحيد من ضمن الكبار تقريبا اللي ما حصدش البطولة ولا مرة في تاريخه كل سنة بيدخل بيوصل لمراحل متقدمة جدا وبعدين لسبب أو لآخر ما يحصدش البطولة آخرة كان النسخة اللي فاتت في 2020 وصل للنهائي ولعب لآخر ماتش قدام إيطاليا في النهاية لوصل لضربات جزاء وبرضو خسر البطولة لدرجة أنه يعني مدربه مجالسة وسجيت قال من كام يوم تصريح قال أنا خلاص لو ما حصدناش البطولة السنة دي إحنا مش أنا مش هكمل كمدرب للمنتخب كفاية كده يعني وحد تاني يكمل بقى لأنه خلاص هو نفسه هيكون فقط الأمل أنه هيقدر يعمل حاجة ولكن إنجلترا فعلا هي موقفة غريبة لأنها منتخب مليان بالنجوم ومليان بالعناصر مميزة ومدربهم مدرب يعني مش صغير ولكن هما دايما الآخر خطوة دي بالزبطة بيقدروا ومش يوصلوا لها خالص ودي المشكلة اللي بتواجههم شايف إزاي النجوم الشباب السنة دي في النسخة دي من اليورو ويمكن يعني جايين من أماكن ما كانتش دي الأماكن الشهيرة اللي بتطلع النجوم يعني بالزبط دي حقيقة السنة دي هي مليانة مواهب كتيرة جدا أنا واسق إن الشباب هيكون هم مفاجئة البطولة دي بشكل كبير في لامين لمال في فلورين فيرتز في كذا موهبة كبيرة جدا الناس مستنية تشوفهم وبالذات في منتخب أسبانيا وفي منتخب ألمانيا أسبانيا بالذات هو منتخب لسه تحت التكوين وأعتبرت كله تقريبا شباب مع عادة لعب أو اتنين أو تلاتة هم دول عناصر الخبرة في المنتخب نفس الكلام في ألمانيا مليانين برضو منتخب شباب عندهم مزيد شباب وخبرة ولكن هم دول اللي الناس مستنية منهم بشكل كبير هيكونوا هيقدموا حاجة كبيرة جدا وبرضو طبعا فرنسا يعني بسبب النجوم اللي مليان منتخب ولكن ألمانيا وأسبانيا بالذات مليانة عناصر الشباب هم اللي هيكونوا المفاجأة بتاعة البطولة دي والنجوم الكبار يمكن يكون ده آخر يورو ليهم شايف ازاي ممكن يكونوا اليورو يعني النسخة دي تتويج لكل هذه المسيرة لو أحنا نتكلم على كريستيانو رونالدو مودريتش شايف ده ازاي طبعا كريستيانو يعني كل بيتوقع طبيعة البطولة قبل ما تبدأ كل بتوقع أن كريستيانو هيكون هدى في البطولة هي بعيدة شوية طبعا في وجود كليا نمبابي في وجود هاري كين هو تاريخيا هو تاني هدف لهذه البطولة بالضبط للبطولة في تاريخها فعادي أمر متوقع أنه ممكن يبقى عادي هدف النسخة دي ولكنه الصعب بسبب منافسة مع العابين شباب زي كين وزي نمبابي ولكن توقع أن البرتغال هتقدم موسم قوي جدا أو فترة قوية جدا في البطولة دي وتوقع أن هي هتوصل كمان ممكن لنص النهائي فلا أنا أسكر رونالدو هيقدم مستوى كبير جدا مودريتش برضو كان لسه مؤتمر الصحفي بتاعه من شوية قبل مبارات كرواتيا وأسبانيا طبعا متش هيكون صعب جدا بالنسبة لهم هو قال أنه متش صعب ولكنه قال برضو أن هم هيقدموا كل حاجة عندهم عشان دي أخر فرصة بالنسبة له أنه هو يحصد البطولة وأن منتخبه يحقق أول بطولة لي بعد العروض المميزة لقدمه في كاس العالم 2022 وكاس العالم 2018 فهو باين أن كل مركز حتى مدر الكرواتيا تكلم أن دي أخر بطولة المودريتش فلازم يقدموا كل حاجة عندهم عشان يساعدون أنه هو يكلل تاريخه ده كله بحصد لقب يعني أنا أشكرك شكرا جزيلا من ناقد رياضي حسين مجدي شكرا جزيلا